بلهجة الواثق قال الرئيس ترمب إنه غير قلق على الإطلاق من احتمال بدء الديمقراطيين إجراءات في الكونغرس لعزله يأتي هذا على خلفية اتصال هاتفيا اعترف الرئيس بإجرائه مع الرئيس الأوكراني في وقت سابق من هذا الصيف ودار الحديث بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن المكالمة تركزت على تهنئة الرئيس وعلى أننا لا نريد أمريكيين مثل نائب الرئيس بايدن وابنه يشاركون في الفساد المستفح لأصدى في أوكرانيا القضية أثيرت بعد أن قام موظف في وكالة الاستخبارات المركزية بتقديم شكوى سرية عن المكالمة لمسؤولين استخباريين وفي سابقا رفض مدير الاستخبارات الوطنية بالوكالة تقديم الشكوى للكونغرس ما أدى إلى تسريب الموضوع ومطالبة ديمقراطيين وجمهوريين في الكونغرس الإدارة بالكشف عن الشكوى ونص المكالمة تجميد المساعدات العسكرية لدولة ما في البقت الذي يضغط فيه ترامب على رئيس الدولة لتقديم معلومات موسية عن خصم سياسي العزل ربما الحل الوحيد المزاعم الموجهة ضد بايدن تتهمه عندما كان نائبا للرئيس بالضغط على القيادة الأوكرانية لطرد المحقق العام بسبب انخراطه في الفساد لكن المحقق العام كان أيضا يشكل تهديدا لشركة طاقة كان ابن جو بايدن هونتر يعمل لديها وهي مزاعم حاول البعض التقليل منها كون المطالبات بعزل المحقق المعني حينها جاءت من أكثر من دولة رغم تعالي الأصوات الديمقراطية التي تطالب بعزل الرئيس إلا أن العقبة الأساسية ستكون في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون فعزل الرئيس يتطلب تصويت ثلثي مجلس الشيوخ لصالح العزل وهو أمر شبه مستحيل الآن من الشقاق العربية واشنطن